ونبقى بالجانب الخدمي ومن تكريتي لقضاء الظلوعية حيث تتشابه الكثير من الأولويات فقد رحب الأهالي بمنطقة جوازرات التابعة لناحية النهرين في قضاء الظلوعية بحملات التاهيل الخدمي اتشهد شوارع المنطقة حملة تعبيد واسعة للطرق الرئيسية والفرعية وأكد مدير الناحية أن الأعمال مستمرة لتشمل تنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة مجلس المحافظة القاضية بتأهيل النواحي والأقضية بعموم صلاح الدين هناك مشاريع حملة تبليط في منطقة جوازرات وسنجار ومشعيفة وبعدها إن شاء الله ستكون هناك حملة تبليط في الصوبة الثانية في منطقة الحردانية وحوران والبسائر والجمعية الفراجية وإن شاء الله المشاريع مستمرة بعون الله إن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك المباشرة في العمل من أطراف قضاء الظلوعية إلى أطراف ناحية المعتصم بواقع سايدين من خلال قناتكم المواقرة أقدم شكري وتقديري العالي لمجلس محافظة صلاح الدين وللسيد محافظة صلاح الدين على المتابعة المستمرة لناحية النهرين نشكركم ونشكر الإدارة المحلية ونشكر محافظة صلاح الدين عامة بكل كوادرها من محافظة إلى أعضاها مع أعضاء مجلس المحافظة ورئيس المجلس بهذه المبادرة يبادرونها بتبليط القاطع يعني موجود مشاريع تبليط ومشاريع ماي وخطة للكهرباء تبديلها على الساسي بدلونا إياها ولو الكهرباء هي من الأبي يعني جاية بيها نقص وشباقات متحالكة من السبعينات لليوم أسأل إن شاء الله بدأ الحكومة المحلية ومساعد رافل يعني ما قصر رجل دائر كرديل ونهار إسارات ماي طب كهرباء يروح عليها يعني الأمور ممشينها لما تجينا مشاريع أخرى إن شاء الله المشاريع بالطريق جاء علينا نشكر الحكومة المحلية في محافظ صلاح الدين بالجهود المباركة من قبل محافظ بدر الفحل بتقديمة جهود المباركة لمشروع التباليط رغم درجات الحرارة نشكر الكوادر اللي ساهمت لنا بالتبليط وبالعمل ونشكرهم ونشكر كل واحد ساعة يعني مسعى خير دا يسعى للمنطقة ويسعى نحن نشكرهم يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة